الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلزلنا مع شرح بن عقيل على ألفية ابن مالك قال ابن مالك وَلَا تَجِئْ مَعَ أَوَّلٍ قَدْ أُهْمِلَا بِمُضْمَرٍ لِغَيْرِ رَفْعٍ أُوهِلَا بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ خَبَرْ وَأَخِّرَنْهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ الْخَبَرْ وَأَظْهِرٍ يَكُنْ ضَمِيرُ خَبَرًا لِغَيْرِ مَا يُطَابِقُ الْمُفَسِّرًا نَحْوَ أَظُنُّ وَيَظُنَّانِ أَخَ زَيْدًا وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ فِي الرَّخَة عندنا إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع قدمنا في الدرس الماضي أن التنازع أن يكون عندنا عاملان أن يكون عندنا عاملان إلى معمول واحد مثل آتوني أفرغ عليه قطرة ضربت وأكرمت زيدا فعندنا أحدهما يعمل والآخر لا يعمل الآن إذا كان هذا الفعل الذي أهملناه ضربت زيدا وأكرمت أكرمت الآن أهملناه لم نعطيه شيء يقول إما أن يكون عمدة في الأصل مفعول ظن وأخواتها لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر أو لا الآن عندنا ليس عمدة فإن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني إذن عندنا مسائل متعلقة بالمهمل الفعل المهمل وغير مرفوع إما منصوب وإما مجرور يقول فإن كان الأول لم يجز الإضمار ضربت وضربني زيدا ومررت ومر بي زيدا لماذا؟ لأنه لا يجوز الإضمار لأنه يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ولا تضمر فلا تقول ضربته وضربني زيد مررت به ومر بي زيد لأن الضمير سيعود على متأخر يقول الشاعر إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد وألغي أحاديث الوشاة فقل ما يحاول واش غير هجران ذي ودي فإن كان الطالب له هو الثاني إذن عندنا الأول والثاني مهمل الآن عندنا الثاني هو المطلوب والأول هو العامل فإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار ضربني وضربته زيد مر بي ومررت به زيد لماذا؟ لأن زيد وإن تأخر لفظا إلا أنه متقدم رتبة فالضمير يعود عليه ولا يجوز الحذف ضربني وضربت زيد مر بي ومررت زيد لماذا؟ لأن الضمير هنا واجب البقاء بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعة أشاهد فيه لمحوه وهذا شعب كما شذ عمل المهمل الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعمدة في الأصل إذن هذا البيت شعب لأن لمحو أصلها لمحوه هذه المسألة الأولى المسألة الثانية الآن عندنا قلنا أن إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع إما أن يكون عمدة أو لا يكون الآن فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو إما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا ظننني وظننت زيدا قائما إياه هذا إذن إياه الضمير وإن كان الطالب له هو الثاني أضمرته متصلا كان أو منفاصلا الآن عندنا إذا أحملت الأول لم تأتي معه بضمير غير المرفوع لماذا؟ لأن المرفوع عمدة هذا الأصل والمنصوب قدمنا إما أن يكون عمدة لأنه في الأصل كان مبتدأا وخبرا في باب ظن وأخواتها إذا أحملت الأول لم تأتي معه بضمير غير مرفوع المنصوب ضربته وضربني زيد مررت به ومر بي زيد هذا إذن إذا أحملت لم تأتي معه بضمير غير مرفوع بل يلزم الحذف طربت وضربني زيد مررت ومر بي زيد هذه القاعدة إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل إذن هنا قلنا يكون عمدة في الأصل مفعول ظن وأخواتها لماذا؟ لأنه في الأصل إما مبتدأ أو خبر إذن نرجع هنا نقول إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل فإنه لا يجوز حذفه بل يجب الإتيان به مؤخر ظنني وظننت زيدا قائما إياه هذه هي مسألة وأظهرا إن يكو ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر إذن ومفهومه أن الثاني يؤتاب معه بالضمير مطلقا مرفوعا كان أنصوبا مجرورا عمدة في الأصل أو غير عمدة المسألة الرابعة يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهم لظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسر مثن لاحظ معي وركز أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوي إذن أظن أنا زيدا مفعول أول وأخوي مفعول ثاني إذن إذا قلت ويظناني الياء لا توافق مفعول أول الياء ويظناني المفعول الأول الياء وأخوين المفعول الثاني يظناني الياء هذه مفردة وأخوين مثنى إذن لا توجد مطابقة لذلك ليجب الإظهار ويجب الإظهار في مسألة الإفراد والتثنية لو قلت أظن ويظناني إياه زيدا أخوي إياه مفعول وأخوين مفعول ليس ثم مطابقة إذن أظن ويظناني إياهما زيدا وعمرا أخوين إياهما وأخوين متطابقين لكن الياء في يظناني مفردة فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار يكون الكلام أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوي إذن أظن هذا فعل وفاعل يعني الفاعل مستتع زيدا مفعول أول وأخوين مفعول ثاني ويظناني أخا الياء مفعول أول وأخا مفعول ثاني لكن إذا قلنا هكذا إذن زيدا وعمرا أخوين مفعولا أظن ولياء مفعول يظناني الأول وأخا مفعول ثاني ما المشكلة في هذه المسألة أن على مذهب البصريين لا تكون من باب التنازع لماذا؟ لأن أظن أخذ زيدا وأخوين ويظناني أخذ الياء وأخا ونحن شرط التنازع أن يكون عندنا معمولين لمعمول واحد إذن هذا مذهب البصريين مذهب الكوفيين أجاز الإضمار مراعاة به جانب المخبر عنه أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخوي أنت تخبر عن واحد فلياء تعود عليه إياه وأجاز أيضا الحذ أظن ويظناني زيدا وعمرا أخا وبذلك نكون أنهينا باب التنازع والله أعلم